موسيقى سيدنا بمحبتك كبيرة دايما بتعلمنا في عزاتك وفي مقالات قدستك دايما ربنا خلقنا نكون اديسين والبارانورمل او الجير طبيعي ان احنا نكون مش اديسين او نكون خطاء والاسف ربنا ما بيسبناش بس دلوقتي الميديا والحياة داخلة جدا زي ما يكون الخطيئة بقت زيادة والعادي دلوقتي بالنسبة للعالم لو تسمح لي اقول يا سيدنا العادي ان انا خاطي والغير طبيعي او البرانورمل ان انا اكون اديس فبالزبط يا سيدنا فتنصحنا بايه كلنا كل الاعمار لو ينفع يعني الصغير واللي في سنة من الدوق في مسال جميل او يبشوي بيقول مسال عربي بيقول امشي عدل يحتر عدوك فيك عدل يعني خط مستقيم فاحنا علينا نمشي حسب وسائل الانجيل وحسب قانون المجتمع دول اللي بنمشي عليه ودول عاملين زي الشطين بتاع النهر فالنهر له شط يمين وشط شمال لو الشط ده تشال والشط ده تشال ما عادش فيه نهر بقى فيه مستنقع واخد بالك ما فيش واحد بيبني بيته على مستنقع انا ابني بيتي على النيل ابني بيتي في مكان خضره لكن لازم الواحد يحتفظ بالمبادئ بتاعته ولازم يحتفظ برؤيته وبالوصية شوف يقول لنا في سفر دانيال اما دانيال فوضع في قلبه قال لا يتنجس من قطائب الملك ولا خمر مشروبه مع انه كان مسبي وكان شاب وحط له اكل كويس وكل حاجة لكن قال هاكل شوية بقول لكن مش هكسر الواسية فعايزة كده عايزة الشاب المسيح والشاب المسيحي عايزة تبقى راجل راجل يبقى صح ماشي صح حتى والعالم اللي جنبه تعباه وفيه مسأل حلو قوي يقولوا لو فيه حوت كبير مات وفيه سمكة صغيرة حية مين يمشي مع الطيار الحوت الطيار المي طب مين يمشي عكس الطيار السمكة الحية يعني مية جاية كده هي تقدر تمشي كده فدائما الحاجة الميتة هي اللي بتمشي فعايز واحد يبقى قريب من انجيل قريب من الاسرار في الكنيسة قريب من صلواته قريب من نموه الشخصي واحد فاهم ده صح وده غلط كان ويا زميل زمان واحنا في الجامعة هو شاب حلو بس ما ترباش في الكنيسة فكان كل يوم خميس واحنا بقى بنسلم على بعض عشان بكرة اجازة الجمعة فكان يقول لي هتيجي ويا السينما فانا اقول له كان اسمه هاني اقول له هتيجي ويا الخدمة ونسلم على بعض وكل واحد يروح لحتة بتاعته عدنا الخمس سنين كده كويس هو النهاردة انسان ناجح وفاضل وكويس خالص بس ايه حتى الكنيسة بقى كاشش منها فعايز واحد يبني نفسه صح وقدستك دلوقتي تكلمت عن المجتمع وبنسبة المجتمع يعني في في وقت قداستك ربنا يديك تطلع عمر سيدنا ودائما على كورسي مرمورة والسنين عديدة وازمانة سنين عديدة بس كنت حابب اسأل يعني شايفين حب عجيب بالنسبة للقيادات السياسية والدولة والحكومة والشعب المصري لشخصية قداستك وبجد يعني شافوا المسيح أو شافوا طبيعة الكنيسة الكبطية بمحبتها وبأصلتها ففي وقت قداستك بالأكتر أنا شخصيا بصراحة شايف ده فإيه إيه إيه سر العلاقة الحلوة دي سيدنا نعمة من عند ربنا والمحبة لا تسقط أبدا وإنك أنت على أرض الوطن لازم تعلي صالح الوطن جدا فكل ما كنت إنسان بتحب مصر من قلبك وبالمناسبة أنا أحب جدا الأغاني العسكرية أحبها جدا يعني أكثر من أي أغاني تاني أحب أسمحها جدا وأتفاعل وياها جدا 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 ويمكن أتجاوز وقولك حافظ منها أغاني كتير الأغاني العسكرية بتسبب نوع من العشق وأصل مصر دي لها قيمة كبيرة مش موجودة في أي بلد في العالم خالص فكلنا محظوظين إن إحنا على أرض مصر وإحنا لما بنجيب الشباب في ملتقيات الشباب من بره علشان نفرح بمصر أساسا يعني نشكر ربنا العلاقة طيبة وبنبنيها على أساس المحبة والاحترام المتبادل وربنا هو اللي بيرت بحياة الكنيسة يعني والكنيسة في الفترة الأخيرة تعرضت لأزمات الإرهاب بشدة لكن علاقتنا الطيبة الحمد لله مع كل المسؤولين بدون استثناء مع رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة مع الوزراء مع البرلمان مع المؤسسة الإسلامية الأزهر مع كل الكنيس المسيحية نحن نحب كل أحد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر